بصراحة يا برج الميزان عم شوف في منكم اللي عم بمر يعني بمشاكل كثيرة يعني خلطوا تعبان كثير وزعلان وشايفاك يعني بعدك عم تراقب الوضع كذلك في شوية خلافات يعني في منكم اللي عندو خلافات مع الاخوة او مع شي حدا كبير بالبيت يعني ممكن تكون الوالدة او الوالد يعني ولكن ما برجح الوالد يعني يعني الشي حدا كبير هيك كذلك عم شوف يعني في منكم اللي شايفاهم ركز على اللحظات السعيدة اللي كان بمر فيها سواء بالاسرة او سواء مع شي حدا كان بحبه وشايفاك قاعد زعلان على كوباية الحب اللي ممكن انو خسرها او ما كان بدو الشغلة اللي صارت سواء كانوا في صالة طلاق شغلة هيك انو تصير شايفاك قاعد زعلان وماسك الكوباية يا برج الميزان كذلك في منكم يعني اللي قاعد عم يستنى قرار يعني سواء كان قرارة او محاكمة يعني ممكن يكون شغلة متعلقة يعني مثل طلاق هيك شغلة كذلك في منكم اللي شايفتو يعني تعرضوا الخسارة في علاقة ارهقتو وخلتو يعني كأنو صار حدا لحالو فشايفا منكم اللي دخل فترة من البحث عن السلام الداخلي كأنك بحاجة الى وقت بمفردك لتفهم ما حصل وتفهم نفسك بشكل اعمق يا برج الميزان فعم شوف كأنو في حدا عزل حالو خلاص بعد المتاعب اللي مر فيها يعني كأنو نسحب يعني نسحب نحو نفسه للتعافي من الموقف الصعب اللي مر فيه كأني عم شوفك عم تمر بمرحلة غير اجتماعية كأنك واخد جنب كأنك لا ترغب في التفاعل مع الاشخاص لاني يعني عم شوف حدا منفرد فانت يا برج الميزان الناس اللي يعني في الحالة هادي فهم يحتاجون الى الخروج من هذه الوحدة وهو هذا هو الشيء اللي لازم للشفاء من حسرة الماضي فأنت يجب أن تتغلب على الشغلات اللي صارت من الماضي فكذلك في منكم اللي رغم الشي اللي صار مع الشخص هذا او مع العيلة فبعده بيراقب سواء كان بيراقب حدا من العيلة او عم بيراقب الحبيب او الزوج يعني هذي امور خاصة بالاسرة ممكن يعني احيانا بيكون الحبيب يعني بالنسبة لاننا حدا مهم فممكن يكون هو كذلك فشيفاه بعده عم بيراقب العيلة او الحبيب كذلك في منكم يعني اللي ترك الاحداث تستنزي بكل طاقته وحاسس كأنك لا تستطيع الاستمرار شايفاك مريت بوقت عصيب سواء سوء المعاملة او خيانة او خيانة الاهل الاقارب يعني فالورق بيطلب منك يعني الاستمرار حتى اذا كنت في اسوأ حالاتك فانت تحتاج الى جمع قوتك يا برج الميزان كذلك تدل الورقة على انك انت وشريكك او اسرتك يعني قد اصبتهم يعني بجروح يعني في جروح في العلاقة فبيقلك الورق لا تستسلم كذلك في من كون اللي عم بيخبرهم التارو انه الشخص يعني اللي دخلته لحياتك هو يستحق حبك فبيقلك حافظ على قلبك حتى تكتسب ثقته ثقته سواء كان الحبيب او شخص من العيلة يا برج الميزان كذلك عم شوف منكم اللي بعيد عن الاسرة او عن الحبيب وممكن يعني كان شوف كأنه يعني بعاض عن بعض وممكن يكون كل واحد بلد سواء كان الحبيب او الاسرة فشايفك حزين يعني وعمل تراقب يعني عمل تراقب الحبيب بخفية اذا كان الموضوع هذا ينطبق على الحبيب فانا شايفه انه في مراقبة للشخص هذا بتخفي وعم شوف خيبة امل كأنه الشخص هذا في عنده خيبة امل من موضوع او اتجاه الشخص هذا الشخص هذا حامل كاس الحب وهو حزين وشايفك في مفترق الطرق يعني مش عارف تاخد قرار بشكل مضبوط بخصوص الموضوع هذا لان شايفك تعبان خطاره بيقلك تحمل وستمر في طريقك فانت قادر على تجاوز الموضوع كيفما كان وقادر على اصلاح الاشياء هذا فيما يخص الاسرة راح نشوف الحين ما هو عاطفي مصرحة في طاقات يعني كنظرة عامة في عندي طاقات كثيرة في قراءة هذي في طاقات كثيرة وابراج كذلك انا راح حاول أصرد اكتر الاشياء وإن شاء الله تنطفق على أكبر عدد يا برج الميزان فأنا شغلات رح أحكي فيها ورح أرجع في أحكي فيها مرة تانية يعني بشكل عام يعني بشوف فيه مراقبة في حدا بيرائق بك يا برج الميزان فيه شخص من الماضي متعلق فيك رح نبلش فيه ناس بعلاقة يعني حلوة مع بعضهم هذا بشكل عام ففيه عندك يا برج الميزان حدا من الماضي لأنه فيه بيناتكم فيه الذكريات هيك شغلة في حدا من الماضي أو الحبيب كتير بيحبك ومهتم فيك رغم الشغلات اللي ساير أو حتى إذا كان متطنش وعمل حال ومشفار أمامه الشخص هذا طالع عندي فكأني شايف الحبيب يعني عامل حاله ومو مهتم مطنش ولكن بعده بيفكر فيك والشخص هذا شايفه يعني عم يسعى للحصول عليك يعني الشخص هذا بغي يحصل عليك أو الرجوع إليك هو بده يرجع إليك هو غير رادي تماما الشخص هذا غير رادي تماما عن الشي اللي صار وبصراحة الشخص هذا هو إنسان ناجح يعني ومهتم بشغله سواء كان بالبيت بالشغل يعني كأنه عم يستنى منك شايفه كأنه عم يستنى منك خبر رسالة أنك تاخد قرار أنك ترجع إليه وهو صراحة بيراقبك الشخص هذا عامل عليك يعني بيراقبك ومهتم فيك ومستنيك والشغلة اللي إيجيت بعضهم شو؟ الشخص هذا متعلق بك الشخص هذا متعلق وبصراحة هو حدا شخص طيب الشخص هذا إنسان طيب يعني مش نيته سيئة أو هيك وبيحبك وفيه اللي بيتوجع كثير من فراقك يا برج الميزان ممكن يعني الشخص هذا يكون قطع معاك يعني يعني ممكن يكون بسبب مشاكل أو إلقاء اللوم على بعض أو العلاقة هذه تعرضت لدخول شخص ثالث يعني أطراف ثالثة كانت السبب ففي الحالة هذه بيقلك تعالوا يا برج الميزان لا تترك الآخرين يدمرون ما لديك يا برج الميزان والشخص هذا عم شوفه مستعد للمنافسة من أجلك يا برج الميزان وبصراحة عم شوف طريقه كأنه صعبة يعني أو فيه شغلات بيناتكم ممكن تكون سبع عوائق لأنني عم شوف فيه عندنا سبع سبع يعني أو ممكن فيه اختلافات بيناتكم ممكن في طريقة التفكير على ذات فيه مسافة بيناتكم أو أنتم بلدين مختلفين يعني لأنني عم شوف فيه مسافة الشخص هذا بغي يوصل ليك يعني بده يوصل إليك يعني عم شوف فيه حاجة واقفة بيناتكم السبن الرقم سبع كأنه فيه عوائق أو فيه حواجز يا برج الميزان والشخص هذا بيفكر فيك كذلك وكذلك بيفكر بوضعه المالي فممكن تكون عنده يعني مشاكل مالية لأنني شفته غير راضي عن الوضع اللي هو فيه سواء كان الوضع اللي صار بيناتكم أو اللي وصلكم للشغلة هذي أو الوضعه المالي فأنا شايفاه مشغول مشغول بشغله ببرج الميزان فممكن يكون الشخص هذا فتح مشروع كذلك عنده إلك زكريات هو عطول عم يتذكر الزكريات اللي بيناتكم يا برج الميزان عم يتذكرك بكل اللحظات يعني كل فترة مرت يعني بيناتكم بتطلع له زكريات منك وبيركز على الشغلات اللي صارت عم يطلع على شغلات جبتها لو أو أنت أعطيته إياها يعني بيرجع للأحداث واللحظات فمبين عندي كأنه إنكم منفصلين لإني عم شوف مسافة يعني بيناتكم والشخص هذا بيفكر فيك كثير ومتعلق كذلك يعني هو شايفك يعني الشمس والفرح وكأنه يعني تعود عليك واللحظات الجميلة هو بيراقبك يعني بصراحة كثير أما أنت يا برج الميزان أنت شايفك يا برج الميزان متمسك متمسك في الحبيب أو متمسك بموقفك وشايفك حاليا يا برج الميزان في مفترق الطرق يعني كأنك مش عارف تاخد قرار حاسم في الموضوع أو أنت متمسك بأكتر من شخص يا برج الميزان ومش عارف تختار بيناتهم فممكن تكون في علاقة ولاتية ولكن أنا شايفك يعني بشكل كبير أنا حاسة يعني أنه أنه العلاقة هذه جاية من طرفك وشايفك يعني إنسان جميل ومهتم بحالك يعني ومتزن ومتزن ومركز ومتمسك بموقفك أي أن كان وشايفك بعيد شوية وقاعد عم تفكية وكأنك يعني واقع في مفترق الطرق فأنت يا برج الميزان لازم تاخد قرار في الوضع هذا سواء كنت بتختار بين شخصين يعني شخص قديم وجديد أو أنت بعلاقة ثلاثية ومتزوج يعني أو حتى إذا كنتم منفصلين يعني وبتفكر في شخص قديم أو تبدأ بداية جديدة فأنت لازم تاخد قرار وتطلع من طاقة الانتظار اللي إنت فيها لإني شايفك يعني في عندك طاقة انتظار يا برج الميزان فأنت لازم تاخد قرار وتطلع من الطاقة هذه كذلك في منكون يعني يا برج الميزان اللي شفاه التعرف على شخص جديد ولكن بعده بيفكر بالشخص القديم ومتمسك فيه داخليا ففي الحالة هذه إنت لازم تاخد قرار وتخرج من الحالة هذه وتحط النقاط على الحروب كذلك في منكون اللي تعبانين كثير من انفصال التصار أو الطلاق بسبب يعني علاقة ثلاثية بسبب علاقة ثلاثية ممكن شخص فات عن العلاقة إني عم شوف في جرح بقلبك يا برج الميزان في منكم اللي حاسس حاله وحيد حاسس حاله يعني وحيد وتعبان كأن العالم يعني تخلى عليه ممكن تطلع بالصورة كأنه عم يسأل حاله ليش صار معي كل هذه الشغلات وليش ما ساعدني حدا ليش الله ما ساعدني بالوضع هذا سواء كان انفصال أو طلاق لاني فعلا في عندي يعني في طلاق رح اسحب ورقة هادي كنزه رح نشوفوا الورقة التالية لنشوفوا هالجرح هذا ليش ليش؟ نحن رح نشوف بلجرح ما رح نوضعه سوضح اللي بعدين شفت وش رطلع يعني لاني عم شوف في ام حزينة عندي لهيك يعني انا كذلك عم شوف عندي المطلقين في منكم اللي تعرضوا الطلاق بسبب شخص فاسع العلاقة خيانه مع طرف ثالث طرف ثالث فات سواء كانت العيلي شخص ثالث بس عم حس اكثر انه في شخص ثالث فات عن العلاقة فرح نكمل ولاني كذلك شايفة انه في اللي عندهم اولاد في اللي عندهم اولاد فالملائكة بتقلك في الحالة هذه ان المساعدة هي قريبة من لانكم عم تشوفوا في صور وفي نافذة وفي الهام بتقلك ان المساعدة هي قريبة منك سواء كنت منفصلين او صار طلاق او متباعدين يعني او كان يعني ان فسخت شي خطوبة فبيقلك ان المساعدة هي قريبة منك ولكن افكارك السلبية هي تحجبها عنك عليك بالتقرب الى الله تعالى بالطريقة الصحيحة وترك كل الامور عمي عليه يعني وتعمل هيك ميديتيشن يعني وضلك عم تدعي وان شاء الله كل الامور رح تتحسن يا برج الميزان انا على طول عن بنسا ما بقول الابراج يعني اللي موجودة في عندي برج التور والحمل والاساد والجدي في عندي طاقة نارية كبيرة طاقة ترابية عذراء كذلك جوزاء اجري اهو ابراج مائية وترابية والهوائية قليلة يعني عم شوف برج الجوزاء في عندي كذلك ابراج هوائية صح يعني كل الطاقات موجودة عندي خلينا نشوف طاقتك يا برج الميزان شو رح نلاقي برج الميزان فشايفاك يعني حاسس يعني برج الميزان كأنك بعيد فممكن تكون يعني بعيد عن جو العائلة او هناك حنين لالون او حنين لشخص انت بتحبه او انت في بلد تاني بعيد عن الناس اللي بتحبهم بعيد عن جو العائلة وفي حالين لالون ولكن عم شوف كأنك مفتقد لدفء الاسري كذلك شايفاك يعني بعضك بتحب الشخص هاذا وحاسس انه بعيد عليك سواء كان شخص بتحبه او زوج وكذلك ممكن يعني يكون في عندك زواج وبداية جديدة لان هذه ورقة الزواج وبداية جديدة الورقة هذه احيانا بتدل على شخص يعني ممكن يكون من اللاضي انت بتعرفه وبتحبه لان البداية الجديدة هي رح تكون مع شخص رح تحبه يعني ممكن يكون زواج بداية جديدة يعني مع شخص سواء كان جديد او قديم او تركت بعض يعني ولكني شايف بعض في ذكريات سواء انت اللي تركته او هو اللي تركك بعض في ذكريات يعني عنذر كان في كذلك صار خداع او شغلة تركت بعض من خلاله بعتذر لاني فصلت شو كنا بنقول اه لاني شايفاك زعلان يعني كأنه يعني صار في خداع يعني تركت بعض انت والشخص هذا لاني شايفا انه الشخص هذا كان بالنسبة لالك توقع من روح يا برج الميزان وبعضي عم شوف في تواصل روحي فاحتمال تكونوا بعيدين يعني عن بعض او من بلدين مختلفين او كانت بيناتكم اختلافات يعني خلقت لالكون مشاكل او في يعني لانه عم شوف في خداع وفي مكر بالموضوع كذلك عم شوف الحبيب مفتقدك يا برج الميزان شوف الحبيب مفتقدك يا برج الميزان